لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله ثم أما بعد الصحيح المسند المقتصر من السنن يرويه العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشهور باسم صحيح مسلم للإمام أبو الحسين مسلم ابن الحداد النيسابوري الكشيري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتاب الطهارة قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب آذاب التخلي وبالسند المتصل لإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال ووكيع قال عن الأعمش حول الإسناب قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال واللقض له قال أخبرنا أبو معاوية قال عن الأعمش قال عن إبراهيم قال عن عبد الرحمن بن يزيد قال عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعض قال الشيخ نسيك محمد علي آدم رحمه الله تعالى رحمة وسعة في كتابه الماتع البحر المحيطي الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاد بجال هذا الإسناد إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود قال النخعي أبو عمران الكوفي ثقة فقيه يرسل كثيرا من الخامس قال عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي ثقة من كبار الثالثة وسلمان هو سلمان الخير أبو عبد الله ابن الإسلام أصله من أصبهان وقيل من رام هارمس أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأول مشاهده هي الخندق وشهد بقية المشاهد وفتوح العراق وولي المدائن رحمه الله تعالى قال أبو ربيع الإيادي قال عن ابن برايدا قال عن أبيه رفعه إن الله يحب من أصحابي أربعة فذكر فيهم سلمان رحمه الله تعالى وردي الله عنه قال الوقدي وغير واحد يمات بالمدائن في خلافة عثمان ثم قال الشيخ نسيخ محمد الأدم رحمه الله تعالى رحمة نسيح على طائف هذا الإسناد قال منها أنه من سداسيات المصنف رحمه الله قال أن فيه كتابة حيات أي شارة إلى تحويل الإسناد فله فيه السندان يلتقيان في الأعمش كذلك من لطائف الإسناد أن فيه رواية الرجل عن خاله وهو إبراهيم فإن عبد الرحمن هو خاله وكذا أخوه الأسود ابن يزيد فأمه مليكة بنت يزيد ابن قيس أخت الله ومنها أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن قال كذلك منها أن الصحابي من المعمرين لا يشاركوا في مدة عمره على بعض الأكوال غيره يقول رحمه الله تعالى رحمة نسيح بعد تعرضه لشرح هذا الحديث بتصرف يسير قال مسائل تتعلق بهذا الحديث من مسألة الأولى قال حديث سلمان هذا من أفراد المصنف وكذا ذكر تخريجه في المسألة الثانية وفي المسألة الثالثة ذكر فوائده رحمه الله قال منها شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم أمته كل ما تحتاج إليه من أمر دينها كذلك من هذه الفوائد شدة اهتمام أعداء الإسلام من المشركين وأهل الكتاب في البحث عما يعيبون به الإسلام ويجادلون في ذلك بالباطل وليس مرادهم إلا إغواء ضعفاء الإيمان فلا ينبغي الاستماع إليهم كما قال الله عز وجل وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أتعطموهم إنكم لمشركون كذا من الفوائد بيان فضل فكه الصحابي الجليل سلمان رضي الله عنه حيث أجاب المشركين المعاندين ببيان الأحكام الشرعية التي لو فكر أي عاقل لاستحسنها ولا عمل بيها فكل التعليمات النبوية ليس فيها شيء يأبه القلب ويعرض عنه إلا من كتب الله عز وجل عليه الشقاء المؤبد فإنه الذي لا يدرك محاسنها ولكنه لا يضر الإسلام شيئا كما قال الشاعر من البسيط ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصري كذا من الفوائد ذكرها بيان النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول كذا منها بيان النهي عن الاستنجاء باليمين كذا بيان مشروعية الاستنجاء بالحجارة كأن الفوائد بيان النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وأن مادونها لا يبزئ لأن قوله أو أن استنجي بأقل من ثلاثة أحجار نص صريح صحيح في أن استفاء ثلاث مساحات واجب لا بد منه وهذه المسألة فيها خلاف وهذا هو المذهب الحق ثم قال ذاكرا بعد المسائل شيخنا الشيخ محمد العادم رحمة واسعة في مسألة الربيعة في اختلاف أهل العلم في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة قال الشيخنا الشيخ محمد العادم رحمة واسعة قد تبين بما ذكر أن المذهب المختار هو مذهب إليه مالك والشفعي وكثير من أهل العلم وهو الفرق بين البنيان والصحراء فيجوز في البنيان ويحرم في الصحراء وهذا هو الذي اختاره ابن المنذر رحمه الله وكما سبق في كلامي وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث قال في صحيحي بال باب لا تستقبل القبلة بغائث أو بول إن عند البناء جدار أو نحوه ومذهب الإمام النسائي رحمه الله تعالى أيضا حيث قال في المجتبة بعد ذكر أحاديث النهل الرخصة في ذلك في البيوت وهو أعدى المذاهب لجمعه بين الأدلة كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال والحاصل أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان لا في الصحراء حديث عبد الله بن عمر والذي سيأتي ذكره ثم ذكر فوائد الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحي المنهاج شرح صحيح الإمام مسلم الحداج قال بالفئلة الأولى قال رحمه الله تعالى المختار عند الشفيعية أنه إنما يجوز الاستدبار والاستدبار في البنيان إذا كان قريبا من ساتل من جدران ونحوها قال ولو كان في الصحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور زال التحريم فالاعتبار وجود الساتر المذكور وعدم وجود الساتر له فيحل في الصحراء والبنيان بوجوده ويحرم فيهما لعدمه هذا هو الصحيح المشور عند أصحابنا قال كذا قال لا فرق بين أن يكون الساتر دابة أو جدارا أو وهدة أو كتيب رمل أو جبلا ولو أرخى ذيله في قبالة القبلة ففي حصول الساتر وجهان لأصحابنا أصحهما عندهم وأشهرهما أنه ساتر لحصول الحائل كذا قال من ذلك أنه جوز الجماعة مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان وهو مذهب أبي حنيفة الشفعي وأحمد وداود وظهري واختلف فيه أصحاب مالك والصواب الجواز فإن التحريم إنما يضبط بالشرع ولم يرد فيه نهي ثم قال في المسألة الخامسة في فوائده لإمام بنوي رحمه وتعالى إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائد ثم أراد الاستقبال أو الاستدبار حال الاستنجاب جاز انتهت هذه الفوائد منقولة عن إمام بنوي رحمه وتعالى ثم ذكر الشيخ ونشيك محمد الأدم رحمه وتعالى رحمه وتعالى رحمه وتعالى في المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في حكم الاستنجاب بالحجارة قال الشيخ ونشيك محمد الأدم تبين بما ذكر أن المذهب الصحيح هو القول بجواز الاستنجاب بالحجارة بجواز الاستنجاب بالحجارة والماء كما صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الذين أنكروا الاستنجاب بالماء فيعتذر عنهم بأنه لم يثبت عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والحاصل أن الاستنجاب بالماء جائز بل هو الأولى إن تيسر ذلك ثم ذكر شيخ ونشيك محمد الأدم رحمة وسيعة في مسألة السادسة في اختلاف أهل العلم في حكم الاستنجاب بأقل من ثلاثة أحجار بعد ذكر عدة أقوال قال الجامعة رحمة الله تعالى تبين بما ذكر أن أصح المذهب مذهب من قال إنه لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار لأنه نص الحديث الشيخ وأما نصه صلى الله عليه وسلم على الأحجار فقد تعلق به بعض أهل الظاهر وقالوا الحجر متعين لا يجزئ غيره وذهب العلماء كافة من الطائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينا بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه وأن المعنى فيه كونه مزيلا وهذا يحصل بغير الحجر وإنما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ونظائره ويدلوا على عدم تعيين الحجر نهي صلى الله عليه وسلم عن العظام والبعر والرجيع ولو كان الحجر متعينا لننهى عما سواه مطلقا قال قال أصحابنا يعني الشافعية الذي يكون مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان قالوا ولا يشترط اتحاد جنسي في جزء في الكبل أحجار وفي الدبر خرق وجزء في أحدهم مع حجر مع خرقتين أو مع خرقة وخشبة ونحو ذلك انتهى كلام الإمام النووي رحمة الله تعالى يقول شيخنا الشيخ محمد الأدم رحمة الله تعالى رحمة نسعة والحاصل هذا الذي ذكره النووي رحمة الله تعالى تحقيق حسن جدا فيقول والحاصل أن الأولى كون الاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يشترط ذلك لحديث أبي هرير رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتني بثلاثة أحجار ولا تأتني بعظم ولا روث روى البخاري فإن نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتيانه بعظم وراوث يدل على جواز اتيانه بغيرهما فدل على أن الأحجار ليست متعينة ولولا هذا لكان الحق مع من اشترط الأحجار لظاهر قول صلى الله عليه وسلم لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار ثم في ختم المسائل المتعلقة بهذا الحديث في المسألة السابعة في أقوال أهل العلم في الاستنجاء بالرجيع والعظم قال الإمام بن منذر رحمه الله تعالى ثابتت الأخبار على الرسول اللي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن الاستنجاء بالرض والعظم قال فلاجوز الاستنجاء بشيء مما نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بما قد استنجى به مرة إلا أن يطخر بالماء ويرجع إلى حالة الطهارة وقال سوفيان الثوري لا يستنجى بعظم ولا رجيع ويكره أن يستنجى بماء قد استنجى به وقال إسحاق وأبو ثورلي يجوز الاستنجاء بعظم وغيره مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعي رحمه الله تعالى لا يستنجى بعظم ذكي ولا ميت يعني عظم الذي فيه كان زكية أو ميتة للنهي عن العظم مطلقا ولا بحمامة الحمامة ما أحرك من الخشب ما أحرك من الخشب ونحوي انتهى كلامه بالنذر وقال الممنه يحمل الله تعالى فيه نهي عن الاستنجاء بالنجاسة ونبه صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس فإن الرجيع هو الروث وأما العظم فلكونه طعاما للجن فنبه على جميع المطعمات فتلتحك به المحترمات كأجزاء الحيوان وأوركت بالعلم وغير ذلك ولا فرق في النجس بين المائع والجامد فإن استنجى بنجس لما صح استنجاؤه وتبع عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الحجر لأن الموضع صار نجسا بنجاسة أجنبية ولو استنجى بمطعم أو غيره من المحترمات الطهيرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من موضعها وقيل إن استنجاء الأول استنجاءه الأول يجزئه مع المعصية قال 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 إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو أن يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار كذا بسنة المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكرياء بن أسحاب قال حدثنا أبو زبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر بقية شواهد ومتبعات الإمام مسلم على هذا باب إذن تعالى في المرة القادمة إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعبنا صالحا متقبلا ودينا قيما وشفاءا من كل ذا اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء اللهم استعملنا ولا تستبدلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وفي عذاب النار وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم